طيب إيه العلاقة ما بين الحوار والسعادة بقى؟ يعني فيه ما بين الحوار ما بين الزوجين والسعادة الزوجية علاقة؟ ما إحنا قلنا أن الحوار بين الأزواج هنسميه حديث المعرفة والفهم والتفاهم والفهم صح؟ يبقى بالتالي السعادة الزوجية بتيجي منين؟ إن أنا شايف نفسي حلوة في عينين مراتي وهي شايف نفسها حلوة في عينين جزها طيب عرفنا بعض إزاي لما تكلمنا وفهمنا نقاط قوة وبعد أو نقاط ضعف وقوة بعض واحترامنا البعض واحتياجاتنا إحنا الاتنين أكيد هيبقى بيوصل للسعادة طيب آخر سؤال معنا محتاجين بقى نفهمه يبقونا إيه الغلطات اللي ممكن نعملها الأخطاء اللي ممكن نعملها تدمر بقى الحوار طيب يعني فيه عجلة سريعة جدا واحد إنه طرى فيهم يزعى أو يسرخ في وش التاني هما بيتكلموا ده مش حوار بقى ما بقاش حوار خلاص ده حرب خلاص وينا نقول ما كنا مشهورة قوي عندما يغيب المنطق يرتفع الصراخ عندما يغيب المنطق يرتفع الصراخ طبعا إنت شفت مراتك بتسرخ في الستوب سيبها إن شفت جوزك بيزعى وبتنرفز سيبيه فش أكس مع يا ابونا أنا هديته عشان نكمل لا 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 سيبيه دلوقتي سيبها دلوقتي نقطة كمان مهمة قوي إن واحد فيهم بيتكلم عشان يثبت للآخر إنه أفضل يعني إيه عايزة بتلعنهم اتربي أفضل إنه متعلم أفضل إنه أنجح إنه أكثر جاذبية للناس لا ده مش ده مش حوار دي أخطاء ما تديش لنفسك الإج الأعلى أو الأبرهند أو اليد العليا على شريك حياتك بالمناسبة يعني أنت كزوج ما تسمحش بكسرة مراتك قدامك حقيقي أنا آسف يعني دي مش رجولة مش رجولة فعلا الراجل يحتوي يحب يحافظ عليها مش يبين إن هو أفضل منها حقيقي وأنت كمان التالتة مهمة قوي بلاش كلمة أنا وإنتي خلنا دايما إيه إحنا قلنا بلكده اتكلم اسكندراني فحط نون ألف إحنا مصلحتنا حياتنا وهكذا التعقب هي صراخت وثابت القدوة ومشت ما تجريش وراها عشان نكمل الكلام آه سيبها هو تنرفز وعيز سيب البيت وينزل دلوقتي سيبي آه تقفش على الباب لأ مش هسيبك تنزل أنت في الحالة دي سيبي سيبي ينزل في الحالة دي لازم لازم مش هينفع مش هينفع نتكلم وإحنا اللي اتنين منفعين على بعض ونتا كمان مهم قوي اقعوا وحد فيكم يتلق على تاني وحد فيكم يحتقر تاني وحد فيكم يستهزق تاني أو يزلوا أو يفكروا بالماضي عشان دي حاجات يفكروا لو أنا مثلا بعمل حاجات كنت غلطة وما بقيتش عاملها أو بشتغل على نفسي ما أنتو هتفضلي طول عمرك كده أو أنت هتفضل طول عمرك كده دي بقى اللي بنتكلم معنا فكرة ايه بلاش تحتفظ بكشكول الذكريات والأخطاء بتاع شريك حياتك في ايدك لو سمحت الكشكول ده احرص أنك تحرقه أول باول وزي ما بتعمل في شريك حياتك هتعمل فيك اخفر لنا زينوبانا كما نخفر نحن أيضا إذن أذكر لنا خطيانا كما نذكر نحن دي زي أخي النقطة عايزة أقول عليها تجنب الحوار والتهرب منه هو الكمبيلة الموقوطة في بيت أي إنسان متجوز تجنب الحوار معناها عدم معرفتي بالآخر تجنب الحوار معناها عدم إعطائي مساحة للآخر لكي أتفاهم معا تجنب الحوار معناها أن الآخر مش مهم بالنسبة لي فأنا مش عايزة أتكلم معا